بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين أهلا بكم في فيديو جديد معنا إن شاء الله اليوم راح ندير درس رياضيات بسيط وسهل وهو مقارنة وترتيب الأعداد العشورية مقارنة وترتيب الأعداد العشورية عندنا أولا بين عددين متتاليين طبيعيين وبين عدد عشري برقم واحد وبين عدد عشري برقمين نبدأ أول حاجة بعدد طبيعي مقارنة عدد عشري بين عدد عددين طبيعيين نبدأ بالنقطة الأولى مقارنة مقارنة عدد عشري بين عددين طبيعيين مقارنة عدد عشري بين عددين طبيعيين هو مثلا عندنا مثال بسيط عندنا مثال بسيط عندنا مثلا ستة فاصل مثلا خمسة هذا عدد عشري فيه جزء صحيح فيه جزء فيه جزء صحيح والجزء العشري والجزء العشري هذا هو هذا العدد العشري نحصره بين عددين طبيعيين نحصره بين عددين طبيعيين وش نديره؟ عملية بسيطة وسهلة جدا نروح مدام عددين طبيعيين راح نشوفه للجزء الصحيح اللي هو العدد الطبيعي نحط العدد الطبيعي كما هو ستة على جهة على جهة اليسر أما على جهة اليمين فنضع العدد الطبيعي زائد واحد العدد الطبيعي زائد واحد إذن ستة كنزيدولها واحد واللي سبعة إذن هنا العدد العشري ستة فاصل خمسة محصور بين العددين الطبيعيين ستة وسبعة عملية بسيطة جدا نعود لكم مثال آخر عندنا مثلا ثمانية فاصل ثلاثة نحصرها بين عددين طبيعيين راح نشوفه العدد الصحيح ولا الجزء الصحيح لهو ثمانية نضعه كما هو ونضيفه واحد لهذا الجزء الطبيعي وفي الجهة اليمين نديره العدد الطبيعي هذا زائد واحد إذن ثمانية هنا ويش تولي تسعة إذن ثمانية فاصل ثلاثة محصورة بين ثمانية وتسعة هذا هو مقارنة عدد عشري بين عددين طبيعيين عفوا نولا حصر حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين راح نحتافظه بالجزء الصحيح في الجهة اليسرى ونزيده واحد للجزء الصحيح في الجهة اليمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح نزيد لكم مثال واحد آخر مثلا لدينا سبعة فاصل ستة وشي هو الحصر تحها بين عددين طبيعيين نحتافظه بالجزء الصحيح نكتبوه على جهة اليسار كما هو سبعة ونضيفه له واحد ونكتبوه على الجهة اليمنى يعني العدد العشري سبعة فاصل ستة محصور بين العددين سبعة وثمانية كي نجي ونحسبوه مثلا قبل ما نصله سبعة فاصل ستة نقو سبعة سبعة فاصل واحد سبعة فاصل ثنين سبعة فاصل ثلاثة سبعة فاصل ربعة حتى نصله سبعة فاصل تسعة ومبعد ثمانية إذن هذه النقطة الأولى اللي هي حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين الآن لدينا النقطة الثانية وهي حصر عدد عشري بين عددين عشريين برقم واحد سما هنا عنا عدد عشري بين عددين طبيعيين هنا ندره بين عددين عشريين ولكن رقم واحد وراء الفاصل جزء عشري واحد مثلاً لدينا عدد مثلاً ستة فاصل أربعة هذا عدد عشري نحصره بين عددين عشريين برقم واحد سما عدد عشري يحتوي على رقم واحد وراء الفاصل قبل ما نصله ستة فاصل ربعة ستة فاصل ربعة وش نلقاو؟ وش نلقاو؟ نكتبو العدد الطبيعي كما راهو وستة فاصل ثلاثة وبعده وش يكون ستة فاصل خمسة لأنه عدد 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 طبيعي واحد بين محصور عدد عشري محصور بين عددين عشريين برقم واحد وراء الفاصلة نعاود نكتبوه كما أراه عنا مثلا مثال وحد آخر مثال وحد آخر مثلا مثلا ستة فاصل ثلاثين هذا الحالة هذي ستة فاصل ثلاثين هنا ثلاثين هي نفسها ستة فاصل ثلاثة لأنه الصفر هذا نقدر نلغيه هو نفسها ستة فاصل ثلاثة هو نفسه 6.3 وش ندير لأنه الصفر هذا هنا وعندنا مثلا رقمين هنا وعندي رقمين نقدر نلغي الصفر هذا نقدر نلغي الصفر هذا ونولي وتولي عندي 6.3 نحصره بين عددين بين عددين عشريين فيهم رقم واحد وراء الفاصلة 6.3 العدد اللي قبلها هو 6.2 والعدد اللي بعدها هو 6.4 هكذا هو 6.4 هذا هو الحصر التح ثاني عندنا واحد الحالة مثلا نقوله 10.9 العدد اللي قبلها العدد اللي قبلها هو 10.8 بصح هنا بعد 10 وش رح يجيني مباشرة رح يجيني بعد 10.9 رح يجيني 11 11 11 هنا هو عبارة عن عدد عن عدد صحيح 11 هنا هو عبارة عن عدد صحيح بش رده عدد عشري لازم نحط الفاصلة ونضيف له واحد يولي 11.1 11.1 هكا يكون الحصر بين عددين طبيعي بين عددين عشريين لهم عدد واحد وراء الفاصلة وعندنا حالة أخرى هو حصر عدد عشري بين عددين عشريين برقمين وراء الفاصلة برقمين وراء الفاصلة كيف هنديروه؟ نشوفوا مثل المثال عندنا حصر عدد عشري بين عددين عشريين برقمين وراء الفاصلة هنا سهل جدا مثل عندك 8.25 العددين المحصورين اللي بيناتهم هو 8.24 و8.26 ها هوكي طريقة بسيطة جدا دائما نزيدوا واحد على اليمين ونزيدوا واحد على اليسار يعني الجزء من العشر لنزيده جزء من العشر مثلا هنا عندي مثلا 7.8 وقالك أحصرها لي بين عددين عشريين برقمين وراء الفاصلة وش قلنا؟ قلنا نقدروا نضيفوا الصفر عادي هذه 7.8 نردها 7.80 وش ولت عندي؟ ولا عندي رقمين وراء الفاصلة العدد اللي يجي قبل 7.80 هو 7.79 والعدد اللي يجي بعد 7.80 هو 7.81 هاكا طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا ووضحة جدا إذن عندنا حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين نكتب الجزء الصحيح الأول على جهة اليسار ونضيف واحد للجزء الصحيح على جهة اليمين إذن 6.5 رح تقمح صورة بين 6 و 7 هنا نكتب العدد كي ما راهو 6 نكتب الجزء الصحيح كي ما راهو وعلى جهة اليمين نضيف للجزء الصحيح واحد إذن 6 ولي 7 مثلا هنا 8.3 8.3 هذه العدد للصحيح ولا الجزء الصحيح نكتبه كي ما راهو على جهة اليسار وعلى جهة اليمين نضيف لول واحد ولي 9 إذن 8.3 محصور بين 8 و 9 نفس الطريقة هنا نكتب الجزء الصحيح كي ما راهو 7 وهنا نضيف له واحد على جهة اليمين هذا في حصر عدد عشري بين عددين طبيعيين أما حصر عدد عشري بين عددين عشريين برقم واحد نتدرجه في الحساب على جهة الجزء العشري عنا 6.4 ليقبل 6.4 مباشرة هو 6.3 واللي بعده هو 6.5 نفس النتيجة مثلا هنا برقم واحد عطيتكم الحالة هذه كي يكون الصفر مثلا 6.30 هنا في الحالة هذه نقدل نلغي الصفر 6.3 هي نفسها 30 هي نفسها 6.3 باش نحصرها بين عدد عشري برقم واحد نحذف الصفر ونحصرها بين 6.2 و 6.4 بين 6.2 و 6.4 هنا نحذف الصفر في الحالة هذه أما في الحالة الأخيرة اللي هو حصر عدد عشري بين عددين عشريين برقمين وراء الفاصلة ندير تدرج طبيعي في الحساب لدينا نشوف الجزء العشري الرقم اللي يجي بعده مباشرة أو قبله مباشرة عندي 8.25 راح يكون محصور نكتب الجزء الصحيح كيما راهو ونكتب الجزء العشري اللي يجي مباشرة بعد الجزء العشري تعالى العدد يعني 8.25 اللي قبلها مباشرة 8.24 واللي بعدها 8.26 هذا كي يطلب منا برقمين وراء الفاصلة هنا أعطاني الحالة هذه أعطاني 7.8 وقالي ديرها أحصريها بين عددين عشريين برقمين وراء الفاصلة نعرفو باللي الصفر هنا كما قلت لكم يمكن إضافته أو إزالته 7.8 هي نفسها 7.80 نحولها ولا نضيف لها الصفر لنجد العدد اللي قبله إذن قبل 7.80 وشي هو 7.79 واللي بعد 7.80 هو 7.81 إن شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومات البسيطة نطلقها في حصة أخرى ولا فيديو جديد ودرس جديد مع دروس رياضيات كانت معكم سيدة أم خديجة منوعات قناة أم خديجة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته